هذا السائل يقول كنت في البر واحتلمت ولم أجد الماء فتيممت ثم لما رجعت البيت اغتسلت بنية التنظف ونسيت أن علي جنابة فالغسل صحيح أولا قوله أن لم أجد الماء لا بد أن تكون بالفعل عادما للماء وأنه غير موجود أو موجود ما يكفي فقط للأكل والشر لأن بعض الناس يتساهل بعض الناس إذا ذهب للبرية يكون الماء موجودا ويتيمم هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة فإذا لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه لن يجد الماء حتى يخرج الوقت فله أن يتيمم في هذه الحال فالأخ الكريم يقول أنه يتيمم لأجل جنابة لما رجع البيت اغتسل وهذا هو الواجب أن يغتسل لكنه لم ينوي رفع الجنابة وإنما نوى التنظف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وعلى ذلك فهذا الاغتسال لا يرفع جنابه فعليها نعيد الاغتسال مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر